سيدات والسادة اسعدتهم اوقاتا الحقيقة موضوعنا لهذا اليوم يشمل فكرة عثرت على الكثير من مضامينها وانا اكتب تاريخ الحضارات ووجدت ان اني عندما اكتب تاريخ كل حضارة من الحضارات اكون مضطرا لوصف علومها في واحد واحدة من فصول الكتب التي انتجتها في هذا المجال ووجدت ان كل شعب انتج حضارة له علومه الخاصة به نعم هي ممكن ان تصنف مثل الرياضيات الهندسة طيب غيرها لكن لهم طريقتهم انتبهت الى ان كل شعب لهم طريقة يعني بمعنى ان العلوم كانت قومية كل شعب ينتج الطب بطريقته تختلف بكثير عن الشعب الذي ينتج الطب في مكان اخر وتختلف الناس التي تعمل في الهندسة على سبيل المثال تطبيقية تنتج علوما تختلف في تشكيلاتها وتركيبها عن العلوم الاخرى لهم طريقتهم الخاصة في البناء وفي اشكال هذا البناء وهكذا ينطبق الامر على الكيمياء والفيزياء والى اخره. اذا يجب ان نقول اولا ان العلوم في العالمين او في التاريخين القديم والوسيط كانت هي جزء بسيط من العلوم الحديثة لان العلوم الحديثة هي يعني منظومة جبارة لا نهاية لها الان بصراحة نتكلم يعني يوم بعد اخر تنشطر هذه العلوم لكن العلوم في التاريخ الوسيط اللي هو التاريخ ديني وفي التاريخ القديم اللي هو تاريخ قومي كانت ابسط من هذا بكثير او كانت على اقل نقول محدودة فقد كانت هذه العلوم يعني خليني سميها العلوم الطبيعية هي رياضيات يعني كعلم اولي والمترولوجي اللي هو علم القياسات والهندسة والفلك والتقويم والطب والصيدلة والكيمياء والفيزياء والاحياء. هذه اغلب او اذا اجازف واقول كل العلوم التي كانت تنتج في تلك الازمان الوسيطة والقديمة. الان هذه العلوم تنتج في عصرنا ومضربة في مئة في الف وتتفرع كل وحدة الى علوم تفصيلية دقيقة جدا لان العلم اخذ مداه الان واصبح حقلا عظيما ومنظما في حياة البشرية يضاف لحقول معرفته السابقة. بل هو اصبح مصداقية اكبر. كذلك كانت هناك علوم انسانية او تدوينية يعني كانت يدونها. لكنها لم تكن مثل العلوم الصرفة لم تكن تخضع لمنهج بحث علمي. مثل الجغرافية. كانوا يكتبون الجغرافية. يصفون المناطق والى اخره وبحيرات وانهار ويصفون المكان والمدن. لكن هذا لم يكن علميا بالشكل العلمي الذي نعرفه حاليا. وهناك كتب في التاريخ كان التاريخ يكتب بالطريقة التي يكتب بها. يعني كله ادب وفن وشعر احيانا والى اخره يكتب بطريقة يكتبه اي واحد بلا رقابة بلا بحث. يعني ليس هناك ضوابط علمية للكتابة في التاريخ في الزمان القديم. وكذلك التربية وكذلك اه اه فكرة المكتبات كيف تنظم والى اخره. اذا ايضا كانت العلوم الانسانية لم تكنnutه علم اجتمال لم تكنها علوم انثروبولوجي لم تكن هاجز فيها لكن لم تكن علوما. اذا كانت العلوم الانسانية محدودة جدا في تلك الازمان مثل العلوم الطبيعية وهذا الامر طبيعي. الانساء لم يكن متطورا والعلم لم يكن بهجم الدين مثلا. حتى لم يكن بهجم الفن بالمناسبة. يعني الفن كان اوسع بكثير من هذا لكن العلم كان يحبو لأن الزمن لم يكن مهيئا لأن يسود العلم سيادة قوية في تلك الأزمة من كل هذا نقول أن كل شعب من الشعوب القديمة سواء كانت أنتجت حضارة أو لم تنتج حضارة كان لها علوم تشكل ملامحها يعني نحن نلقي طريقة وملامح تلك الشعوب في هذه العلوم ولهذا كانت قومية وعملية أي لم تكن العلوم واحدة عالميا الأغريق أول شعب وأول حضارة ظهر فيها العلم النظري العلم النظري هو الذي مهد لأن يكون العلم عالميا في التاريخ الوسيط وضعت العلوم القومية أو وضعت العلوم القومية تحت سقف الدين ولم يسمح لها بالخروج على تعالم الدين مع عصر النهضة بدأ المنهج الاستقرائي بالظهور وظهر العلم النظري ببطئ أول من دقت جرس هو فرانسيس بيكون عندما كتب الأورغانون الجديد ونقد أرستو وقال أن أرستو لم يعد صالحا لزمننا لأنه يأخذ بالمنهج الاستنباطي المنهج الاستنباطي يذهب إلى الظاهرة الكلية من الكل إلى الجزء يعني يناقش الكل ويشمل الجزء به بالتالي لن نحصه على أي نتيجة بل بالعكس ستغمط التفاصيل الجزئية بسبب وقوعها تحت الهيمنة الكلية هذا هو الاستنباط أما في المنهج الاستقرائي فنحن نبحث في الجزء في ما هو تحت يدنا لنرفعه إلى مستوى النظرية الشاملة جزء يعني تدريجيا فالاستقراء عكس الاستنباط ظهور المنهج الاستقرائي على يد فرانسيس بيكون هو الذي بدأ ثورة علمية كبيرة كان من أهم علامها ديكارت وسبينوزا وغيرهم فيما بعد حتى العلماء فيما بعد في الفلسفة هؤلاء ولكن ديكارت على سبيل المساء كان رياضيا أيضا تأخر التقدم العلمي في أوروبا زهاء قرنين حتى 1543 عندما نشر كتاب العالم بالجيك أندرياس في سيالوس بعنوان في تركيب الجسد البشري حيث صحح فيه أفكار جالينوس منذ 1300 سنة اليوناني طبعا عن تشريح الجسم والكتاب الثاني الذي ظهر في عام 1543 هذا عام مفصلي وكان له دلالة كبرى كان بعنوان فيه ثورات الكرات السماوية للفلك للفلكي البولندي كوبرنيكوس حيث رفض فيه فكرة الأرض مركز الكون كما وضعها بطليموس في القرن الأول في كتابه المجسطي هذا هو هنا النقلة بدأت النقلة برفض ما كان يفكر به السابقون جالينوس أو غيرا من الفلكيين يعني من علماء حتى علماء الشرق أو علماء الغرب وإعادة النظر بمنطقاتهم وهكذا نجد أن العلوم بدأت تخضع لأفكار رياضية وظهر في القرن السابع عشر على سبيل المثال الفيزيائي والرياضي الإنجليزي إسحاق نيوتن عام 1665 ووضع نظريات عن طبيعات الضوء والجاذبية الكونية التي اعتبرها تمتت في كل الكون وكل الأشياء تجتذب لبعضها بقوة معروفة والقمر مجدود في مداره بسبب الجاذبية التي تؤثر على حركة المد والجزر بالمحيطة وهكذا بدأ العلم النظري ينمو وعند ذلك بدأت العلوم القومية بالضمور وأصبحنا أمام علم عالمي واحد هو نفسه يصلح لأن يكون في الصين وفي الأسكيمو وفي مصر وفي جيبوتي وفي كل مكان يعني الآن الطلبة يدرسون علما عالميا لم تعد العلوم القومية العلوم القومية أصبحت جزء من التراث يعني الساند لإرث الشعب لأن نقول مثلا في وادي الرافدين كنا نمتلك كذا في مصر كنا نمتلك كذا في الصين كنا نمتلك نعم هذا كله صحيح ومهم جدا ولكن العلم الحديث شيء آخر علم واحد جدول الضرب هو موجود نفسه في كل مكان في العالم الآن عمليات الأربعة في الرياضيات هي نفسها قوانين الهندسة الجبر المثلثات كلها واحدة في العالم كله الفيزياء تدرس في العالم كله بطريقة واحدة إذن أصبحنا علم واحد يعني أمام علم واحد هذا العلم ما زال مركزه الغرب بكل صراحة نتكلم وما زلنا نحن كشعوب نحاول أن نبدأ فيه وأن نفلت أن نفلت من قبضة التشكل القومي لنا فقط لنأخذ هذه العلوم ونتجه وأعظم تجربة في هذا المجال هو تجربة الصين منذ عام 1991 إلى الآن عندما أنشأت هذا النظام العلمي الرائع الذي اتهم مادة العلوم الغربية وحاول إعادة إنتاجها بشكل صحيح يعني تمثلها وما زال يتمثلها علم واحد هو كما قلنا لكنه أنتج لبلده والاقتصاده شيئا عظيما الآن هو يهيئ نفسه لأن يكون قطبا أساسيا في هذا المجال في القرن التاسع عشر حتى أكمل موضوع كيف نزاحها أو كيف هبط العلم القومي وصعد بديلا عنه العلم العالمي في القرن التاسع عشر أصبح العلم حاضرا في أغلب المجالات وأصبحت طريقة نظر جديدة مختلفة عن الدين والفلسفة قد طاع العلم أصبح ينافس الدين وينافس الفلسفة في فهم العالم وقد نجح أيما نجح نرى أن أغلب النظريات الدينية عن العالم وتكوينه كلها سقطت والنظريات الفلسفية كلها سقطت وبقيت النظريات العلمية هي السائدة وهي الصحيحة وهي التي تفسر لنا الأشياء بطريقة نابهة ودقيقة جدا وحصلت ثورة العلم قرب قرنين فقط يعني إذا أخذنا قوة هذه الثورة في القرن التاسع عشر بدأت نضيف لها القرن العشرين ونضيف لها الربع الربع الأول من القرن الواحد وعشرين إذن إحنا أمام قرنين وربع فقط والعلم أنتج كل هذا الذي ننعم به وكل هذا نور العقلي والفكري والثقافي الذي امتلئنا به بسبب العلم النظري والعلم العالمي الذي أصبح واحدا لكل العالم وأصبح تراثنا في العلوم هو مجرد ذكريات نحملها للاعتزاز بأنفسنا ولقدرتنا على أن نكون علما جديدا ونساهم مع العالم في تكوين العلم الواحد لكل العالم شكرا